النظام المصري يستنزف أو يستفز أزرعه الإعلامية لحملة رئاسية مبكرة زي ما يشايفين على الشاشة على جريدة العرب الدولية التي تصدر في لندن النظام المصري يستنفر أزرعه الإعلامية لحملة رئاسية مبكرة الحقيقة أن الحملة بدأت من فترة بالفعل لكن هم من غير ما يقولوا أنها حملة للانتخابات الرئاسية هم دخلين تحت إطار أن الزكرة العاشرة لمظاهرات 30 يونيو وعايزين السنة دي تبقى احتفالات صاخبة وفيه تكلفات وتوجيهات للوزرات والهيئات ورجال الأعمال والشركات كله لازم يشارك ومشاركة كبيرة مشاركة مادية مشاركة لوجستية مشاركة حضورية يعني فيه تجهيزات كبيرة جدا لكن الأهم الذي أشرت إليه صحيفة العرب أنه وسائل الإعلام المصرية بدأت مبكرا الحديث عن هذه الذكرة وبدأت باستعراض ما يعني عنونت عليه أنه إنجازات غير المسبوقة لنظام عبدالفتاح السيسي طبعا يعني استعراضات حول لبس التفاؤل ومواجهة حالة الإحباط اللي الناس عايشاها قبل أن يعلن السيسي نفسه عن الترشح بشكل رسمي الحياة تطرقت إلى ما يسمى سنوات الإنجازات وتم التركيز على المآس الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عصرتها البلاد خلال الفترة السابقة على حكم السيسي اللي هي فترة الصورة يعني والحقيقة أنه هنا رغم كل ما تقوم به وسال الإعلام من دعاية مكثفة هذه الأيام وبنشوف ده في الصفحات الصحف وفي القنوات التلفزيونية عن الإنجازات غير المسبوقة بيفردوا صفحات كاملة داخل الصحف عن الإنجازات الغير مسبوقة لعبدالفتاح السيسي خلال عشر سنوات الحقيقة أن الناس يعني لسان حالها يعني أسمح كلامك أصدقك أشوف الفعل أستعجب لأنه الناس لمسة على أرض الواقع أنه ما فيش الإنجازات ولا يحزنون أنه دو كل دي كلام وهمي يعني الكلام اللي بيتقال كله حتى الإنجازات اللي موجودة فيه يعني بعض الإنجازات الخرصينية اللي موجودة يعني ليست أولوية بالنسبة للناس الناس تشعر بالمعاناة الاقتصادية الكبيرة الناس تشعر بلهيب الأسعار يوميا والأسعار اللي بتزيد زادت من إلى أربع أو خمس أضعفها أو أكثر يعني خلال الأيام الفترة اللي فاتت على مدار العشر سنين زادت أضعافا مضاعفة الأسعار فالناس حسب ده كويس جدا ومش هيكل معاها الكلام عن الإنجازات الناس شايفة المديونية الكبيرة للدولة مديونية الخارجية والمديونية الداخلية مديونية خارجية تزيد عن 160 مليار وأقصاد ضيون مستحقة خلال هذا العام والنصف الثاني يعني من خلال من هذا العام والعام المقبل يعني أرقام فلكية يعني بتكلم على حوالي 23 مليار تقريبا ومكلم على بعد كده على رقم مماثل أرقام كبيرة جدا ليست في مقدرة السلطة في وضعها الحالي ما لم تحصل على قروض جديدة وعلشان تحصل على قروض جديدة محتاجة أنه تنفذ التزاماتها تجاه أو الشروط اللي بيشترطها صندوق النقد الدولي والشروط دي شروط قاسية وهي يعني مزيد من الإلغاء ما تبقى من دعم على السلع والخدمات بيع الشركات العسكرية بالذات يعني دي شروط بالنسبة لهم شروط صعبة جدا في التنفيذ فلو نفذوها هيبقى فيه مزيد من الأعباء على المواطن المصري فهم في ديلمة وبالتالي هم علشان كده يعني ممكن يجي الحوار لاحقا عن فكرة الانتخابات المبكرة اللي هم عايزين يعملوها علشان يبدأ يأخذ هذه الإجراءات الاقتصادية الصعبة جدا بعد ما تنتهي الانتخابات طبعا الناس فعلا في موازات هذه الحملات الإعلامية الشديدة عن الإنجازات الوهمية الناس بتقارن وبتشوف وضعها إيه الاقتصادي وضع الأسعار إيه وضع الخدمات إيه وضع البطالة والوظائف إيه وضع الديون إيه كل ده الناس شايفاه ولمساه خلال العشر سنين دي مصر وصلت إلى مستويات غير مسبوقة حقيقة في كل هذه المؤشرات على مستوى الديون وضع غير مسبوك على مستوى البطالة وضع غير مسبوك على مستوى ارتفاع الأسعار وضع غير مسبوك وهي دي المؤشرات الحقيقية الجريدة بتقول أنه دي محاولة لتبييض وجه السلطة سياسيا وقتصاديا وهو ما يخفي شعور لديهم شعور حقيقي بأنها سلطة ضعيفة تحتاج إلى ظهير شعبي وأيضا هذا الظهير الشعبي الآن لم يعد متاحا